طبعا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وفي بداية الحلقة طرحنا على حضراتكم سؤال بيقول لما بتشوفوا الناس في الجيم ايه الحاجة اللي بتفكروا فيها وكم مرة دفعتم اشتراك الجيم وما روحتوش سؤالنا اللي استعرضناه مع حضراتكم وخدنا مجموعة من تعليقات حضراتكم عليه يعني هنبتدي دلوقتي اللي احنا نجاوب عليه بشكل علمي وهنسأل ازاي نواظب على التمارين الرياضية في الجيم وايه الاخطاء الشائعة اللي دايما يعني الشباب بيقعوا فيها وزي اللي هم يقدروا اللي هم يتفدوها وان لو في حد لسه مبتدئ للرياضة ابتدي ازاي 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 اواظب على معاد التدريب او التمرين في الجيم ازاي اللي انا اقدر ازبط التمرين بتاعي تحديدا انا سألة كتيرة هيجاوب عليها دلوقتي الكابتن احمد عادل مدرب اللياقة البدنية اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير صباح الخير يا احمد صباح الخير على كل المشاهدين تفرجوا علينا يعني في البداية انا بحييك على وفودك معنا في صباح الخير يا مصر وشجاعتك اللي انت تبتدي تعمل بلان او خطة للناس كتير مننا بيدفعوا فلوس وللأسف ما بيروحوش شايفي السبب في ده السبب انه هو كل اللي بتدي الوقتي رياضة دي مش في أولوياته يعني اللي ينزل الجيم دي مش في أولوياته فانه ينزل لسه او مرة ينزل جيم هو رياضة مش في أولوياته الفكرة كلها اللي انت ما هو دفع على الاشتراك فمعنى ده انه في أولويات ينزل مرة والرياضة ويخش في مود التدريب عشان كده انت لازم تشوف الهدف من البرنامج ايه سواء انه عايز يخسس عايز يحسن صحته عايز يمسى عنده مشكلة في عضاءات دهره سواء فقرات او اللورباك او القطانية الهدف من البرنامج تاخده وشتغل على الليفل بتاعه وباكيه تبتدي تطوره او تحسن منه ففي التالي هيوصل لمرحلة انه هو حابب المكان وحابب نفسه جوه المكان دي بداية دي اول مرحلة المرحلة اللي بعد كده تبتدي تشتغل على البرنامج بتاعته على الليفل بتاعه وبتديه واحدة واحدة هيبتدي فيه موضوع اهم حاجة في الموضوع ده كله او في الرياضة الاستمرارية ايا كان الهدف ايه من الرياضة كابتن احمد لو هنتكلم على الاستمرارية تحديدا يمكن كتير من الناس وانا اولهم بعد ما بطلت الجيم يمكن انا كنت مواظب على الجيم لحد 2019 فيما بعد الكورونا حصل الانتكاسة اللي حصلت ليه الغالبية العظمى من الشباب تحديدا اللي كانوا بيروحوا الجيم وكان قرار الرجوع صعب بترجع بيبقى فيه ارادة بترجع اول يوم تاني يوم تالت يوم ما بتكملش الاسبوع وبتبطل ايه السبب في ده وازاي اللي انا قادر اكسر الحاجز ده تحديدا ما هو بذلك اقول لحضرتك اول فكرة كلها البداية ازاي انه ابتدي طبعا مع منظومة او سيستم كويس مع المدرب يقدر ياخدك ويكمل معك من اول البداية من اول البداية انه يقدر يشتغل معك اولا ما ينفعش ان انا ابتدي مثلا اروح مديك تمرينة او برنامج يكون قاسي عليك او شوية او يكون تقيل عليك فانت اعتقدت تاعة اربعة ديام جسمك مكسر مش قادر واحد اتنين في تاعتها مش تقدر تكمل خلاص ابت معك وصل قد اخر الاسبوع الديم مش تقدر تكمل بيها انما لأ ابتدي معك برنامج على حسب الليفل بتاعك وابتدي اطور منه واحدة واحدة مرة في مرة النهاردة اتمرنت تمرينة معينة اليوم اللي بعدية اتمرنت طيب اللي بعديها مثلا دا تشاست ابتدي اعمل حاجة تانية فبتدي الموضوع اللي بقى فيه استمررية فالنهاردة انا اتمرنت في الاسبوع كله اربعة ايام الاسبوع اللي جاي سبقى خمس ايام بقيت انا حابب اروح للمكان بقى فيه تطور في شكل جسمي بقى تطور فيه في صحيتي بقى فيه تطور في الهدف اللي نازل منه الجيم وفيه فرق بين انما انا اكون رياضي واول مرة انزل امارس رياضة مما يكون انا رياضي او اللعيب مثلا زي مثلا حتة فتنس سكواش اللعيب سكواش دا ليه نظام معين زي مثلا القوة السرعة اللياقة اللياقة توافق عضل عصبي تحمل ملعب غير مثلا لعيب الباسكت كل حاجة يعني كل واحد وليه العناصر او التدريبات المهمة لللاعبة بتاعته مع اختلاف الواحد ديسنس جيم او مرة انزل جيم فما يفعش احنا ديس عاريه او قارس عاريه فبالتالي مش هيقدر يكمل يوصل معايا لمرحلة اللي هم نكلم عليها هي الاستمرار ايه او النظام اللي يقدر يكمل عليه او البرنامج اللي يقدر احنا نوصل به للهدف بتاعنا واكيد فيه فروق فردية بتختلف من شخص لاخر ممكن شخص يبتدي باوزان تقيلة شوية شخص تاني لا هيحتاج اللي هو يلعب كارديو بشكل عام شوية لحد ما العضلة عنده تتأقلم مع نوع التمرين ده فازاي الشخص يعرف ايه هي السمات اللي بيتميزه عن غيره ازاي يقدر يعرف قوة التحمل العضل الخاصة به زي ما بقول الحقيقة هو احنا لازم في الاول انت بتعمله زي تشوف الاول هدف البرنامج والليفل بتاعه وبتوصل انت شايف ان هو كان رياضي ولا مش رياضي لو كان رياضي مثلا هنقول مثلا في التين ايج او الشباب اللي عندهم عشر سنين او ترتاشر سنة مثلا سيء البنش مثلا او الشاست عضلة الصدر هو هو الواحد اللي عنده عشرين سنة ممكن يناعب بالبار وتمرينات اخر لو واحد عنده خمسين سنة وكان رياضي قبل كده يقدر ترغضه في الجيم وتمرانه كويس جدا ويبقى ماشي معاك كويس او في البرنامج بتاعك او البرنامج اللي انت هتطوله انما ان هو مثلا عنده خمسين سنة واول مرة يخوشه الجيم وانت بتعمله انه كان رياضي قبل كده او اول ما او فترة زمنية وصور عشان يحسب بالتطور ده لا بالعكس او نتيجة سلبية او نتيجة عكسية فجازم انت تبقى فيه مراحل للتطور عشان الخاطر يبقى الموضوع يبقى فيه استمرية هو حابب الموضوع وحابب الجيم ويجي لك كل يوم يبقى هو حابب ان هو لا يبقى متواجد معاك في الجيم زي اقول الحقيقة هو السيستم والمنظومة والبنامج او الخطة انت هتطاله في التمرين وفي الناس الوقت هيبقى هو حابب ان هو يجي الجيم في بعض المهارات صعب اكتسبها مع تقدم العمر هل فكرة ممارسة الرياضة اقدر اللي انا امارسها في عمر متقدم لو انا مبلعبش رياضة قبل كده ولا ده بيكون صعب الى حد ما على فكرة الشخص اللي لسه مبتدئ لان في وقتين من الوقت ظهرت كده موضة الكل كان لازم يروح الجيم وسيل في الجيم ونتصور احنا في الجيم بغض النظر عن هعمل ايه في الجيم فهل اقدر ان انا اكتسب مهارة التمارين في سن متقدم اه طبعا الرياضة مهال سن بس لها انا زيان بقول حيك انا بحب دائما بتكون فيه سيستم فيه خطة فيه برنامج فيه تقدر حاجة تقدر تشتغل عليها توصل الهدف اللي انت عايزه مع البرنامج مع البرنامج مع الخطة اللي انت بتحطها للعيب او السيستم بتحطها مع المتدرب في الجيم بتوصل لمرحلة قوية جدا وبتوصل معا لمرحلة زيان بقول حيك من اول خلص اهم حاجة عندي لاستمرية ايا كان الهدف بالنامجي سواء تخصيص زيادة عضلات شكل جسم كويس انما فيه ناس بتخوش الجيم تقول انا عايز عمي الجسم يبقى شكل حلو وبيروح لهدف الحقن وحاجات تانية اخرى دي ما محبش اتكلم فيها بس لا ده ده بالعكس ده بيوصل في نص الطريق وقول انا عايز ارجع تاني عشان احسن صحتي فهو طبما انت ماشي في الطريق الصح في الهدف انت يبقى شكلك كويس بيوضي اسلوب حياة يعني مش هدف ان انا بقى اعمل شكل حلو في فترة سيارة لا انت في الاخر مش اتوصي هل في اخطاء شائعة يعني من الممكن الوقوع فيها اثناء التواجد داخل صلاة الجيم وزي لانها تفادى هذي الاخطاء اه طبعا في اخطاء كتير اوي الاخطاء انها كل انا كل هدف انها اشيل اقصى وزن عايز العب اوزن تير اوي في مثلا الناس ترح داخلها انا عرص على نفسي اوي عايز اجيب اخري اوي في الجيم وده طبعا من الصح الصح انت تبطي تدريجيا بخطوات كلها انا نهاردة وصلت لمرحلة معينة وبكرة اوصل لمرحلة احلى وبعد فترة اوصل لمرحلة اقوى وفي نفس الوقت انا بحب ان انت تبقى ماشي على سيستم معينة انا نهاردة مثلا لعبت مثلا لعبت شاست لعبت اوزن مختلفة نهاردة عبت خمسة كيلو بالتمرين الاسبوع اللي جاي هبتيل ازود الخمسة هيبقى ازودت عليهم اتنين كيلو ونشر مثلا يبقى سبع كيلو ونشر كل مرة انا بطلع ما بلشو قفازات كبيرة في الاوجات بالتبقى ايش انا بلعب بخمسة وعايز مرة واحدة اشوف حد جامبي في الجام جامبي شكله حلو قوي وعنده عضلات كويسة بلعب مثلا بأشرين فان عايز اوصل لأشرين ولا انا بطلع خطوات واحدة هتلاقي ان جسمك بيتحسن عضلاتك بتتحسن القوة العضالية عندك بتتحسن كل حاجة بتتاخد واحدة انما ان انا دايما عايز اشيل اقصى وزن من اول مرة وبدون تسخين وبشوف ان برضو في شباب وبالا بيكسر الاهداف فكرة ان انا بدخل عندي عزيمة وعندي اعراضة قوية جدا فببتدي من الحماس الزايد اللي موجود اشيل بأوزان كتيرة بعدك بيحصل الانتكاس نتائج اصابات اصابات بتبقى قوي قوي وبشوف الناس كتير قوي 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 ما بيتسخنش بيخش هب هب يروح قلع الجاكت بتاعه خلص التمرين والسلام عليكم طب بعضا نصحهم لا ما يفعش لازم تسخن كويس عضلك تسخن قوي تبطي تدرجين واحدة واحدة عضلاتك تسخن جيس ماك تسخن تبطي تخش في التمرين بمناسبة التسخين ما قبل التمرين تحديدا لان في مدرستين في مدرسة بتقول لنا للناس المبتدئين ما ينفعش اللي هما يدخلوا مباشرة على ممارسة العضلات الرياضية تحديدا اللي نهاردة هلعب عضلة الصدر لا هلعب كتفة هلعب رجل لا انت العب جنرال كل عضلات جسمك ابتدي اللي انت هيئها لمدة 3 او 4 ايام متتالية تحديدا وبعد كده ابتدي اللي انا اركز على كل عضلة على حدة في مدرسة تانية بتقول لا ابتدي سخن كويس قوي لعضلة واحدة فقط وركز عليها من اول يوم فحيك مع اي مدرسة فيه انا مع مدرسة انت اول حاجة لازم تعمل اول ما ادخل الجم تعمل حاجة تعمل حاجة اسمها وبعد كده يدخش تشوف انت انت وصل لغاية فين انت هدفك ايم التدريب وانت وصل لغاية فين لو انا لقيت حد قبل كده اول مرة يخوش الجم لأ انا هبتدي معه جنرال احد قبل كده رياضي وقبل كده انا كممارس هبتدي معه واحدة واحدة برضو لازم يعني انا ما ماخدش على الهسر بتاعه لازم انا ابتدي من الاول واحدة 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 اول مرة اشوف اول مرة اعرفه ماينفعش ان انا اقولي اصلا انا كنت قبل كده لعيب جامد او انا كنت بشيل وبعمل لا ماينفعش لازم ابتدي معه واحدة واحدة وبعد كده ابتدي اخش معه في البرنامج بتاعي وانا انا من مدرسة ان احنا ليها كذا مدرسة وليها كذا برنامج مفيش حد غلط بس انا شايف ان البرنامج الكويس اللي يناسب الشخص يعني البرنامج الصح اللي هو يقدر يناسب الشخص اللي قدامي ايا كان هو فين الليفل بتاعه ساعتها هقدر احطوله البرنامج بتاعه طيب وبتنصح الاشخاص المبتدين اللي هو يتابع في البداية مع ترينر او مع مدرب ولا ممكن لو يكتفي مثلا وليكن الفيديوهات البديلة اللي بتكون موجودة على اليوتيوب مثلا اللي بتتعلمني ازاي تكنيك الحركة نفسها اللي انا بلعبها لا انا انصح جدا ان هو يتعلم مع مدرب ليه انه مدرب ياخده في البداية ترويجا للمدرب ولا لا لا خالص بس عشان خاطر هو هي في البداية لازم انت تكون يعني عارف الحركة مدى الحركة الاول عندنا حاجة اسمها انقباض بساطة العضلة مدى الحركة بتاعك انت توصل لغاية فين وتوقف لغاية فين و لازم تاخد مدى الحركة كامل بتاع العضلة انت لازم تعمل ايه لا دي صح دي غلط ايدك هنا ايدك هنا لا ايدك الاتنين من زي بعض في حقيقة كتير في كومنتات كتير قوي المتدئين بيعوا فيها اخطاء كتير قوي بيعوا فيها فطبعا لازم هو تكون حد بعينه وشايفه يعني حتى لو انصح كله خليك قدامي ليه عشان اشايفه وبيعمل ايه دايما انا بتديره النصايح على طول اول باول ودايما كل انا شاف يعني كل اللي هي بسواء مبتدئين بيحبوا دايما بيحد واقف معهم مثال مثلا بيجرامي لعن لابتل اسكواش مثلا كلهم بروفاشنال لازم تقف معهم لازم تديهم نصايحة ودايما بتديهم تشجيع بتشجعهم نعمل كده وده بتبقى مهمة جدا في حتة ممكن لا عشان تحقيق الجول او الهدف بتاعهم مرتبط دايما ببطولات لكن الاشخاص اللي بتلعب رياضة من منطلق اللي انا بلعب رياضة عشان اجدد الدورة الدموية عندي عشان صحيا اكون افضل لازم برضو يكون تواجدهم في صلاة الجيم مقترن او مرتبط بوجود كابتن او مدرب معاهم او لازم ليه حقيقي عشان تفادي الاصابات بس الاصابات دي هترجعني ورا قوي يعني بدلا ما كنت نازل الجيم لهدف انها التحسين صحتي احفظ على جيه اشكل جيه تماما خلاص كده الاصابات دي تحديدا او طبعا لأ اخيك هتخليك كمان انت بدلا ما كنت جايه الهدفك حاجة معاينة في الجيم اي ان كان الهدف فين لا دي هترجعك ورا قوي انخش في مرحب بقى علاجه وتعمل تأيب في رجاء هابويوي فهترجعني بدل ما قدت جاي اعمل حاجة مثلا في شهرين ثلاثة عشان احسن جسمي او تحسين صحيتي لقد انها قعد ثلاث شهور عشان ارجع تاني ابتدي من الاول. فالموضوع ما يزبرها بقي صعب او. كابتان احمد لو هننصح الناس لان اغلب التعليقات اللي جات لنا على صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي كانوا بيقولوا ان هما بيدفعوا الفلوس وعندهم ارادة قوية جدا ولكن للأسف مرة أو اتنين ما بيروحش يمكن في عندنا سيدة قالت اللي هي دفعت اشتراك لبنتها الشهر ب1200 جنيه راحت بالضبط مرتين فالمرة وقف عليها ب60 جنيه تحديداً يعني استفزتني جداً بصراحة فحيك شايف اللي انت تنصح الأشخاص دي تحديداً بممارسة الرياضة أولاً في المنزل ومجرد اللي أنا ما دخلت في المود بتاع حب الرياضة أبتدي أنتقل لليفل أعلى وهو صلاة الجيم ولا لا يبقى فيه عزيمة وإصرار تغير فكري التفكيري في تحقيق الهدف واخترانه بالجيم لا أنا شايف حيك إنه زي ما حيك إن إضافة كم حيك هي إصرار عزيمة إرادة وإن أنا لازم أروح لجيم وإن الرياضة دي أسلوب حيك هتفري في الجيم عن الممارسة في البيت حيك هتفري في الجيم عن الممارسة في البيت حيك هتفري في موضوعي بقى حماسي قوي حد واقف معي بس زي ما قال حيك هو البداية إن المدارب يأخذك من إيدك ويبتدي بيك زي ما قال حيك هي البداية دي أهم حيك البداية اللي هتخليني أوصل لمحالة استمرارية إن هي البداية اللي هتخليني أخذ الخطوات إن أنا أوصل في الآخر إنه أوصل معي لمحالة استمرارية ينسى ما كان ديسة لكن في حد بمرة معي بقولي أنا أول مرة أعود بريد ثلاث شوار عمدين كدامين بخش في الجيم زي الأسئلة اللي كابتيجة حيك أنا بخش في الجيم أدفع مرة مرتين وبقى كيها شكر حتى في ناسك بتقولك يا عشان أشجع نفسي أنا زي أدفع بالسنة صحيح ويدفع بالسنة وعشان أقولك أنا كل لو قاعت حتى أسبوع أقدر أكمل لو قاعت شهر أقدر أكمل شهر البعدي برضو في الآخر ما بيرحش فإنت حيك لازم هو زي ما أنا حيك في الحلقة أولا إذا كنت حابب مكان وحابب نفسك جوه المكان أما تحب نفسك جوه المكان وتحس إن في منظومة وفي حد مهتم بيك ومدرب مهتم بيك وبيتابعك وبيتابع النتريشن بالآن بتاعك وبيتابع تطورك وتابع الهدف في البرنامج بتاعك والليفل إنه حدك تبالعب في ليفل واحد مثلا أو ليفل وان أو ليفل تو أو ليفل ثري بقيت بلعب باللطيف لبل سكس بقيت على الجسمي شكله حلو جدا الناس بقيت الديني كومنتات بيطعب مع صحابي إيه ده ده شكلك تحسن جدا لا ده أنت خسيت ده شكل جسمك اختلف ده هيديني تشجيع رقم واحد رقم اتنين هيدين إنه أنا هقدر أكمل بقى وأنا هبقى أستمر يعني شايف في حماس وفي نفسه وفي نفسه وفي موضوع أسلوب حياة وزي موضوع حقيقي مجالة اللقتي اللقتي اللقاء البدنيا والفاتنس بقى اللقاء قوي جدا وأنا شايفه من أهم مجالات أنت بتلمس إنسان أو بتطور منه أو بتبقى بيت جزء من حياته وسعت رئيس في كلمته في افتتاح المنصورة الجديدة أما كان لقبتوا كورة بيتكلم معهم وبتاع اللقاء خلي بالكم أهم حاجة اللقاء البدنيا فأنا شايف إن الموضوع برضو بقى مهم جدا وبقى مجال قوي جدا واهتمام من الدولة نفسها واهتمام الدولة نفسها بمجال اللقاء البدنيا أو الفاتنس وشايف إنه هو مهم جدا جدا يمكن زي ما حاجة دكرت الرياضة أسلوب حياة بشكل عام ويمكن مفتاح النجاح الحقيقي للممارسة ممارسة الرياضة بشكل منتظم هما ثلاث كلمات إرادة عزيمة إصرار يمكن دول مفتاح أو يعني كلمات النجاح لممارسة الرياضة بشكل مستمر تحديدا كابتن أحمد عادل مدرب اللي أقل بدنيا بنوشك الحك على وجودك ما أنا في صباح شكر جدا شكرا جدا تسلام